السلام عليكم سنعطيكم اليوم فائدة من فوائد موسوعتنا الرياضية الانتدي النظام الصحي الرياضي المتكامل نحن من الدعي يعني أنا كمخترع لهالرياضة هاي هالعبد الفقير يعني بالدعي انه هالرياضة هاي مثل السحر فحعطيك هلا اهدية انت تجربها مجانا مشان تلمس واحد بالمية من سحر هالرياضة هاي من نتائجها المزهلة فحعطيك شغلة صغيرة كتير وحتشوف قديشها مفيدة كتير فما بالك اذا اخدت الموسوعة كلا ياتا وطبقتها ببرنامج متكامل على نفسك ف شو بتعمل هلا اذا انت مثلا لاعب كمال اجسام جرب هالتجربة التالية خلي العضلة خلي العضلة تلعب كل سبعة ايام مرة واحدة كل عضلة بجسمك عمل برنامج اللي بدك يا المهم العضلة المهم العضلة تلعب كل سبعة ايام مرة واحدة هلا صار عندك بالاسبوع مرة الاسبوع التاني هتلعب العضلة نفسها مرة طيب انا ححكي لك على مستوى العضلة وانت طبقة على جسمك كله المهم لازم بالاسبوع بالكتير تلعب العضلة مرة واحدة واذا لعبت كل تسعة ايام مرة واحدة معلش حناخد اليوم فائدة تطبقة ستة البيت والرياضي كمال اجسام الاتنين يستفيدوا من هالنقطة هاي فاذا انت كرياضي كمال اجسام اول شي لعبت اول اسبوع هالعضلة هاي الاسبوع التاني بتلعب العضلة نفسها لكن بوزن يكون بين خمسة وعشرين بالمية لخمسة وثلاثين بالمية كحد اقصى من الوزن الاعظمي يعني انت لعبت مثلا كلاعب كمال اجسام بالنادي لعبت اليوم عشرة كيلو فرضان او ميت كيلو بحسب العضلة وحسب التمرين حنقول عشرة كيلو هذا اليوم السبت السبت القادم حتلعب نفس العضلة بس مو عشرة كيلو الي هي اقصى وزن انت وصلت له اكتر شي وصلت له هو عشرة كيلو لا حتلعب كمان كيليين ونص بدال العشرة كيلو او ثلاثة كيلو او ثلاثة كيلو ونص يعني بين الكيليين ونص لا الثلاثة ونص فقط بين كيليين ونص ثلاثة ونص اذا اول سبت اكتر شي انت قدرت تلعبه هو عشرة كيلو السبت يلي بعده بتلعب حصريا بين الكيليين ونص والثلاثة ونص بين الكيليين ونص والثلاثة ونص فقط الاسبوع يلي بعده بتلعب بين سبعين بالمية لا ثمانين بالمية يعني بتلعب بين سبعة كيلو لثمانة كيلو فقط بيناتهم لا بتنزل عن السبعة كيلو ولا تطلع عن الثمانة كيلو واذا كنت عدتلعب ميت كيلو فرضا بتمرين الظهر فرضا فبتلعب سبعين لثمانين لا بتطلع ولا بتنزل عنه واحد يعني اي نسبة بتلعب يا سبعين يا خمسة وسبعين يا ثمانين المهم دائماً أبعطيك أفريج مدى معين بيناتهم الأسبوع يلي بعده بترجع بتلعب خفيف بتلعب بين خمسة وعشرين بالمية لخمسة وثلاثين بالمية الأسبوع يلي بعده بترجع بتحمل بتقيل بس ما بتحمل عشرة كيلو بتحمل بتزيد فوقها بتزيد فوق العشرة كيلو يعني بتحمل مثلاً إذا كان يعني طبعا في زيادة معينة بدك تزيدها كمان الزيادة ما بصير لا تكبر ولا تصغر زيادة دورية كل فترة تزيدها فإذا أول نقطة إنه أنت جرب بتتريح حالك بس ترتاح جرب إنك تلعب خفيف وسط خفيف بعدين ترجع لتقيل بالأسبوع يلي بعده إذا صار عندي السبت تقيل السبت يلي بعده خفيف السبت يلي بعده وسط السبت يلي بعده خفيف السبت يلي بعده بترجع تلعب تقيل هذا التقيل الزيادة بتكون مدروسة إذا أنت عبتلعب مثلاً إيدين أمامي دامبل عبتلعب إيدين خلفي دامبل عبتلعب مع عاصم العضلات الصغيرة بتزيدها كيلو كيلو وربع تلتة رباع الكيلو بس بهالمدهات حسراً إذا عبتلعب مثلاً ضغط صدر دامبل فمسمح لك كيليين كيليين ونص تزيد فقط عبتلعب مثلاً رجلين دفاش ليك بريس مسمح لك للرجلتين سواء إذا بتلعب تحط عشرة كيلو زيادة تقريباً تمام إذن بهالمده لما حتلعب امشي على هالطريقة هاي شهر اتنين وشوف راحتك الجسمانية شوف حجمك العضلي قديش بيتحسن حتستغرب إنك بتلاقي عبيتحسن جسمك عبيتخم بمجهود أقل وانت مرتاح ونفسيتك حلوة وحياتك العامة صارت أفضل لأنه ما عدت عندك هالتوتر ما عدت عندك هالضغط على نفسيتك وعلى جسمك فمرتاح بجهد أقل ونتائج أحسن وخاصة للي يسلهم فترة وما عبيتحسنوا فجربها فقط هالنقطة هاي هيعطيتك مفهوم من أصل خمسمائة مفهوم تقريباً جديد ما لك سمعان فيه هيعطيتك مفهوم واحد مجاني بتجربه وتشوف إنه هرياضة هاي فعلاً سحر ولا لا فطبعاً هذا هيعطيك شيء منه النتيجة ما هيكون نتيجة مزهلة جداً مثل كأنك عبتاخد هرمون لا بس هو هتكون نتيجة واضحة إنه فيه فرق أنت نفسياً هترتاح لما هتشوف كل وضعك اختلف فهيجربها طبعاً إذا كتجربها مثلاً أنت بتلعب فرضاً السبت بتلعب جزء من جسمك السبت التنين تلعب جزء الأربعة بتلعب جزء فرضاً أو بتلعب أربعة أيام بالأسبوع أو بتلعب خمسة أيام بالأسبوع مقسم جسمك خمس أقسام يلي بدك يا بس أنت حاول إنه لما إضافة له الشي هاد حكينا على العضلة بس أنت اليوم مثلاً عندك أربع عضلات لك تلعبهم ببرنامجك أربعة أو تنتين أو ستة يلي هو عندك مثلاً أربع عضلات تأقل يعني عضلتين وخلي العضلتين تانيات لعبهم ببرنامج التاني يعني بمعنى مو بجي اليوم السبت مثلاً بلعب الأربع عضلات تبع اليوم كلهم تقيل السبت الجاي بلعب كلهم خفيف السبت البعده الأربع عضلات كلهم وسط لا اليوم السبت بلعب عضلتين بلعبهم تقيل عضلتين بلعبهم مثلاً وسط بيجي الإسبوع اللي بعده يلي وسط شو صار؟ صار بيلعب خفيف اللي لعبته تقيل صار دوره يلعب خفيف بس الخفيف هاد والخفيف الأول مو في عنا خفيف فعندين وسط فعندين خفيف والخفيف الأول هاد بيجي بعده بسط أما هذا الخفيف الثاني لأنه قبله كان وسط بيجي بعده تقيل بيجي بعده خفيف بعدين تقيل يعني بيجي بعده خفيف الثاني وهكذا المهم نفس البرنامج بتمشي بس عضلتين بتمشيهم يعني غير العضلتين التانيات يعني بيبدأوا بالبرنامج نفسه بس من زاوية مختلفة مشان دائماً يكونوا مختلفين مهما دار البرنامج مشان أنت لما تلعب يكون عندك عضلة مثلاً تلعبة تقيل عضلة تلعبة خفيف أو عضلة وسط وعضلة تقيل أو خفيف يعني هذا كمان أحسن للعضلة بكتير فإذا هالنقطتين هدول جربهم وإذا لقيت حالك فعلاً اقتنعت ونسريت كتير بتتواصل معي بتعلق تحت الفيديو بتواصل معي مشان خبرك ببرنامج متكامل لجسمك ويكون نشوف كيف بدنا نمشي هالموضوع هذا بيناتنا كيف بدنا ندبره لست البيت هنعطيها فائدة لاحظي أنه لما أنت بتلعب برياضة مثلاً جبتي حركات من التلفزيون آيروبيك أو جبتي من النادي بهم لعبت رياضة بالنادي أو بالبيت فبتلاقي أحياناً أنه أنت عبتلعبي وما عتحسنتي مثل أول يعني أول ما لعبت رياضة تحسنتي شوي بعدين ما عتحسنتي وفي منه ما بتتحسن من البداية طيب حقلك نقطة دهبية مشان تتحسني إذا هلأ عبتلعبي أنت يعني صلك مثلاً شهر عبتلعبي رياضة لاحظي معي عبتلعبي رياضة من شهر والرياضة مرهقة يعني عبتتعبي فيها مو أنه مثلاً عبتمشي ماشي عادي بالطريق الرياضة مثلاً ماشي بالبيت بالآلة يلي فيها مآلة المشي أو جري أو آيروبيك أو تمارين يلي هو لكن فيها جهد فتعباني بتحسي عبتعملي جهد وما عبتستفيدي ومضى عليكي شهر أو أكتر وما عبتستفيدي ساعتها مشان تستفيدي لحقلك تتركي للرياضة تتركي للرياضة ولا تلعبي رياضة ولا تعملي أي شي ورأ بحالك خلال فترة بعد ما تتركي يعني رأ بحالك تاني يوم ويلي بعده ويلي بعده ورأ بحالك كل يوم شو عب بصير تغيرات بجسمك 95% من النساء حيتفاجئوا بالنتيجة التالية أنه بدأت تنحف اللي كانت يعني عبتلعب وما عبتنحف بدأت تنحف لأنه تركت لرياضة بدأت تنحف وتنتبه كمان على موضوع العفو التبول بتلاقي كمية السوائل صارت أكتر صار التبول عنده كميته أكتر فبتستغرب أنه تبول أكتر وصارت تنحف مع أنه معت لعبت الرياضة يعني إذا معت لعبت الرياضة معت السفيد تركت الرياضة استفادت شلون هي هذا السر تفسيره أنه هالرياضة هي لعبت لعبية دليل لأنك استفدت لما تركتيا ولأنه لاعب كمان الأسلام لما ترك قامت تحسن أكتر حجمه العضلي وإلى آخره فشو هو السر لأنه رياضتك مرهقة كانت لأنه رياضتك مرهقة فصار لما لما عب سير إرهاق عب يحبس الجسم كردة فعل ونتيجة عن الإرهاق عب يحبس الجسم سوائل احتبس الماء ففكرتي حالك منحفتي لأنه انتفختي أحيانا تنتفخي زيادة حتى المهم هالانتفاخ هاد بتقول لي معاتها منحفت هو هذا مو شحوم هذا محتبس نتيجة الإرهاق بس ارتاحي بتلاقي حالك فورا راح المي وراح السوائل محتبسة وانحفتي طبعا بتنحفي بمقدار حسب رياضتك إذا رياضتك كتير غلط يمكن ما تنحفي شي يذكر لأنه بالأصل رياضتك مثلا عب تلعب برجلين وفكرك بدك تنحفي إيدك مثلا بتنحفي إيدك بلعبوا بينطوا بينزلوا فكرا أنه لأ عم نحكي إذا رياضتك يعني مقبولة يعني مثلا عب تلعب برجلين مفروض تنحف رجلك بس كمان مو شرط رجلك كلها تنحف ممكن زاوية منها حسب التمرين فبدك تكون عينك دقيقة تعرفي وين عب تحسني أما إذا عب تلعبي مثلا كتير تمرين للبطن وللمعدة وللظهر وللإيدين وللرجلين يعني عب تلعبي كتير ومع تستفيدي قطعتي التمرين فبتلاقي إلا ما تستفيدي لأنه عب تلعبي زوايا كتيرة يعني مهما كان برنامجة غلط إلا ما يكون عب يجيب زوايا متعددة فساعتها لما بتتركي بتلاقي الاستفادة ولما بتلاقي الاستفادة بتعرفي قديش برنامجك كان غلط وما سدق الجسم إمتى تركتي حتى ارتاح من هالأزا فراحوا السوائل ونحفتي يا شوي يا كتير حسب برنامجك بالأصل اللي بتلعبي بس لكن تشوفيه واضح إن شاء الله بس تشوفيه واضح تعرفي شو معنات العلم الرياضي شو الفرق بين الرياضة علمية ممكن نقدم لك ياها نعطيكها الرياضة هاي وترسمي حالك عن طريق المدربة اللي عنا رسم بدال عملية جراحية وبين الرياضة شعبية واحدة عب تنطو تنزل وفكرة حالة عب تلعب رياضة وهي مع بتعمل شيء حقيقي فأتمنى تجربوا هالفوائد المجانية هاي وتخبرونا تحت الفيديو إن شاء الله أو برسالة على الخاص واتمنى لكم توفي والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر